اشتركوا في القناة ويكون في مينة اهله وخدمة اهله فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة الان هي زوجتك تتعب وهي في المطبخ وهي تصطلي بحره ودخانه فانت ليكن لك موقف معها فيه مواساة مشاركة معاونة نعم انت ترجع من العمل متعبا وهي ايضا متعبة في داخل العمل فليكن هناك مواساة في هذا الامر ليكن هناك حث لأولادنا على قضية الانفاق في رمضان ونذكرهم بالصدقة ونذكرهم بالزكاة في الحقيقة ايوالاخوات قضية الزكاة من القضايا المهمة جدا التي ينبغي العناية فيها وبعض الناس العناية بها وبعض الناس يخرجون زكاةهم في رمضان والزكاة نماء وزيادة وطهارة وبركة وهي تنمي المال وتثمر وهي برهان على ايمان فاعلها الصدقة برهان يعني اعظم الاركان العملية بعد الصلاة واجبة يعني على كل مسلم رجل امرأة صغير كبير عاقل غير عاقل عنده مال بلغ نصابا حال الحول أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وكل من ملك نصابا شرعيا فائضا عن حاجته من المال فإنه غني وهذا النصاب لا تجب الزكافي أقل منه يختلف اختلاف الأموال الزكوية فمثلا الإبل ما في زكافي أقل من خمس منها البقر ما في زكافي أقل من ثلاثين منها الغنم ما في زكافي أقل من أربعين منها الذهب ما في زكافي أقل من خمسة وثمانين غراما منه الفضة ما في زكافي أقل من قرابة ستمائة غرام منها كذلك لا بد يكون الملك حقيقي فلو واحد ما يستطيع تصرف محجور على ملكه مثلا مساهمة متعثرة ما فيها زكاة حتى تنحل ويستطيع أن يأخذ أمواله كذلك الأشياء التي ما لها مالك معين كأموال الأوقاف صناديق البر أموال الجمعيات الخيرية ثلث الميت الذي أوصى به بعد موته لا زكاة فيه كذلك المال المفقود والمال المغصوب والمال الضائع والمال الذي لا يدرأ أين هو هذه كلها لا زكاة فيها لكن إذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى كما قال بعض أهل العلم وكذلك لا تجب الزكاة إلا بعد مرور عام هلالي قمري هجري على النصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ويبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب ويكون بحسب الأشهر القمرية كما ذكرنا وإذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة مثلا أنفق منه شيئا فإن الحول ينقطع لأنه مال نقص عن النصاب ما مرت عليه سنة كاملة فإذا بلغ نصابا مرة أخرى يبدأ الحول من جديد من بعد الانقطاع لكن ما هي الأشياء التي لا حول لها في الزكاة؟ الزروع والثمار فإنه لا يشترط فيها مرور الحول بل تجب الزكاة فيها يوم الحصاد لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده وربح التجارة كذلك يتبع أصل المال في الحول قياسا على نتاج السائمة فأولادها تبع لأصلها وربح التجارة تبع لرأس المال كذلك لو مات ماء الإنسان قبل تمام الحول ما عليه زكاة ولا على ورثته بمجرد ما يحصل ورثته على المال ويدخل في ملكهم يبدأ الحول بالنسبة لهم لكن إن قطع الحول بالموت لا زكاة على الميت في هذه السنة الأخيرة التي مات فيها وكذلك تجب نلاحظ رحمة رب العالمين بالناس الذين يملكون الأموال يعني وضعه في المال النامي حقيقة أو تقديرا يعني النامي حقيقة الذي يزيد بالتوالد والتناسل والتجارة يعني الزرع ينمو الغنم تلد التجارة تقلب الأموال فتربح الذهب والفضة ليه فيها الزكاة؟ لأنه يتعامل بها فتقلب فتكسب إذن ليس في كل شيء يعني أنت الآن مثلا بيوتك ودوابك سياراتك وأثاثك وملابسك وكل الأشياء التي تستعملها وعبيدك وإماءك الأشياء التي تستعملها أنت غير الذهب والفضة ما فيها زكاة؟ أيضا نجد أن حوائج الإنسان الأصلية أدوات الحرفة آلات الصناعة دور السكنة ما فيها زكاة؟ لو عنده أكثر من سيارة لاستعمالي الشخصي ما فيها زكاة؟ حتى طعامك وشرابك ما في زكاة عندك في البيت لاستعمالك كذلك الأنعام المعدة للدر والنسل والحرث والركوب أو للحم ما فيها زكاة فإذن الزكاة في السائمة التي ترعى من رزق الله والكلأ الذي ينبته الله إذا كنت أنت تعرفها ما في زكاة؟ انظر إلى اختلاف المقادير في الزكاة بحسب التعب هذا ركاز كنز مدفون عثر عليه فيه الخمس هذا نبات خرج بما ينزله الله من المطار العشر طيب وإذا أنت تسقي وتستخرج الماء وأبار ارتوازية ومد الأنابيب نصف العشر طيب ستة أشهر بعض السنة هكذا وبعض السنة هكذا ثلاثة أرباع العشر مسألة فيها مواساة فعلا يعني هي أصلا بين الأغنياء والفقراء وإذا فرض علينا في الـ 1025 إيش يعني؟ يعني يبقى لك 975 وبس تخرج 25 نحن ربنا رحيم رحيم بنا لو يعني إذا سألنا أموالنا إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا فإذن ما كلفنا سبحانه وتعالى إخراج كل المال ولا حتى نصف المال وإنما مقدار يسير والنية شرط في الإخراج فلو واحد قال أنا تصدقت بصدقة يجوز لي الآن أن أعتبرها بعد شهر بعد يومين بعد أسبوع أعتبرها زكاة بأثر رجعي نقول لا إذا نويتها صدقة عادية نافلة فلا يجوز أن تعتبرها من الزكاة لأنه لا بد من نية الزكاة عند الإخراج لا بد من نية الزكاة عند الإخراج وأيضاً واحد أعطى مالاً لشخص قرضاً ثم قال والله أنا الآن يعني هذا معسر وما عنده فأنا سوف أعتبرها من الزكاة إسقاط الدين نعتبره من الزكاة نقول لا هذا لما صار مالاً يعني شبه معدوم هذا لو كان يعني عند المصارف كان حطوه في بند الديون المعدومة مثلاً الآن لما صار رديئاً دنيئاً تريد أن تعتبروا من الزكاة النفيسة التي تخرج من مالك لا وأيضاً الزكاة أخذ وإعطاء وهذه ما فيها أخذ وإعطاء فكما قال علماؤنا لا يجوز أن يعتبر هذا من الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ما لو أعطيت ما تأخذوا إلا عن إغماض كراهية ولا ما تريده أصلاً هذا ما هو رغبتك ليس محلاً لا تتعلق نفسك به أبداً بل هو عندك شبه أنت زاهد فيه أصلاً وأيضاً فإن إخراج الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغ يعني إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً فيه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب صدقة والمثقال هو الدينار أربع غرامات وربع وهي التي قال العلماء تساوي تقليلًا خمسة وثمانين غراماً الفضة لا تجب إلا إذا بلغت مئتي درهم لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة متفق عليه تقريباً ستمائة غرام من ملك هذا النصاب أو هذا النصاب فعليه الزكاة ولا يجب ضم أحدهما لا يجب ضم أحدهما إلى الآخر ولكن بعض الناس يكون عنده ذهب أوراق نقدية فضة أوراق نقدية هذه تكمل هذه طبعاً هذه تكمل هذه كذلك لو كان عروض التجارة لو كانت عروض تجارة يضم بعضها إلى بعض حتى السلع مع الفلوس التي تطلع منها يضم بعضها إلى بعض وأيضاً نلاحظ أن العملات النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة تأخذ حكمها في قضية الزكاة واذهب المخلوط بغيره إذا كان الغير هذا لا زكاة فيه يعني فصوص أحجار نفيسة ألماس ليست هذه محل الزكاة إلا إذا كان يتاجر فيها فيقدر هذا منفصلاً وحده الذهب والفضة ويخرج عليه وكذلك فإن الحلي وإن كان معدل استعمال فقد قال بعض العلماء بوجوب الإخراج فيه كما ذكرنا مذهب أبي حنيفة بينما مالك وشافي وأحمد رأى وعدم الإخراج من مشايخنا المعاصرين الشيخ عبد العيز باز رحمه الله الشيخ بن عثيم رحمه الله ذهب إلى الإخراج وكذلك فإن الذهب قد يكون عياره 21 قد يكون عياره 18 مثلاً فإذن ما هو الذهب الذي فيه الزكاة هو الذهب الخالص فلو كان معه أشياء أخرى يمكن أن تسقط منه لأن الزكاة في الذهب الخالص وأيضاً فإن زكاة الحلي على صاحبة الحلي فإن تبرع زوجها بعدما أخبرها يؤجر على ذلك ويجزئ عنها وإذا كانت تجهل عن السنوات الماضية لا شيء عليها لقوة الخلاف أصلاً في المسألة وليس العبرة بسعر الشراء ولا بسعر البيع سعر الذهب الآن في السوق وهو مستعمل ومن كان عنده زوجة وبنات ما يجب علي ضم الذهب بعض إلى بعض فيعامل كل واحدة على حدة هذه بلغت نصاباً في زكاة هذه ما بلغت نصاباً ما في زكاة والمقتنيات من الذهب والفضة معها قد يكون فيها ساعات يعني أشياء أخرى مصنعة من الذهب والفضة لكن طبعاً لا يجوز اتخاذ الأواني مثلاً من الذهب والفضة وكل هذه تكمل النصاب يعني الأشياء المتخذة من الذهب والفضة الموجودة عند الإنسان فهذه نبذة عن موضوع حكام الزكاة نعود إلى قضية الأسئلة وكان فيه سؤال عن مسألة طلب العلم والعلماء غير موجودين قلنا يا أخي الكريم أنت مع طلبة العلم تتواصون وتتدارسون وتقرؤون وتحفظون وتذاكرون وتراجعون والفهم عن المجموعة أبعد الخطأ في الفهم عن المجموعة أبعد منه في الواحد الواحد قد يكون خطأ أكثر يكون عندك إذا مجموعة من الإخوان تتواصون تذاكرون تقرؤون كذلك تحاولون أن ترتبوا درسا مع شيخ بالهاتف أو بواسطة شبكة نسيج العنكبوت وهذا متيسر وأنا أعرف بعض العلماء الكبار لهم دروس على الهاتف يومية أو إسبوعية يوجد يعني إذا صار عندك حرص ستجد إن شاء الله من تتعلم على يديه ولا عن بعد التعليم عن بعد صار في هذا الزمان يعني شيئا كبيرا مهما للغاية كذلك اعتني بأصول التفسير وأصول الحديث يعني مصطلح الحديث وأصول الفقه هذه مهمة جدا ثم العلم أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة العلم في النهاية ما هو قال الله قال رسوله إذا عرفت معاني القرآن ومعاني السنة هذا هو العلم والله والله العلم أن ندرك معاني الآيات تفسير الآيات وشروح الأحاديث والله لو عرفنا هذا خير عظيم جدا ركزوا يا إخوة وأخوات على تفسير القرآن وشروح الأحاديث صحيحة هذا فيه المغنم فيه المكسب فيه الربح العظيم والله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر